في كل سنة كان ابن الذي يعمل بإذن الله تبارك وتعالى بالرباط كل عام إن شاء الله كان يأتينا في عطلة عيد الأضحى وقد اشترى الأضحية الشريول الأضحية بماله الخاص ويأتي لمدينتنا مثلا مكناس أو دار البيضاء أو مراكش لكي يضحي معنا إن شاء الله لكن صدر قرار في ليلة إن شاء الله تبارك وتعالى الاثنين صدر قرار بمنع الحركة من وإلى هذه المدن إذن فلا يستطيع المجيء إلى مكناس فماذا نفعل يا ترى مع أضحيته نعم هذه إن شاء الله من مستجدات كورونا لم يعود الناس بإذن الله تبارك يستطيعون الحراك من المدن خاصة من مراكش الأقادير فحيل بين العائلة الواحدة ولم يعود بإمكان من اجتمعوا جميعا في عيد الأضحى فمثل هذه القضية التي تكررت كثيرا وأسألني عليها كثير من إخوان يا أخي الذبح الأضحية لي لكم واذبحوا أضحية ولدكم إن شاء الله واسموا الله تبارك وتعالى وقولوا هذا منك وإليك هذا عن ولدي فلان وأهله واذبحوا ها إن شاء الله بعد ذلك تصدقوا بها أو هدوها أو كلوا منها المهم أنه حينما تعذر بإذن الله اجتماع العائلة فلا ينبغي أن تتركوا التقرب إلى الله تعالى بتذكية وذبح أضحية الأولاد الذين حيل بينهم وبين الإتيان إلى آبائهم نفهم إن شاء الله جزاكم الله خيرا